وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل الأعميد زاهر الساكت مدير مركز توثيق الكيموي في سوريا أهلا بك سيد زاهر حياكم الله ورحمة الشهداء سيد زاهر هناك تبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة في هجوم حلب الكيموي يعني برأيك من المستفيد من اللجوء إلى استخدام مثل هذه الأسلحة في الوقت الحالي حيث يعني معظم الجبهات شبه هادية ويقال بأن الأولوية الآن هي الحل السياسي نعم أولا هذا يدل دلالة واضحة على أنه نظام الأسد وبالتعاون مع الروس والإيرانيين على إيجاد مسرحية هزلية معروفة للمجتمع الدولي الصامت والذي يعلم يقينا أن نظام الأسد هو الذي قام في الاستخدام في الكثير من الأماكن للمواد السامن أولا المناطق التي سقطت فيها قنابل أو واذات الكلور هي مناطق مدنية لا توجدها أي قطاعات عسكرية هذه من ناحية أولى النحية الثانية بمعنى أنه لا توجد هناك مناطق عسكرية لكي يستهدفها السوار هي مناطق مدنية الغاية من هذا الاستخدام أولا تهجير السكان المدنيين كون حلب تعتبر رمز التاريخي بالنسبة للإيرانيين وأنتم تعلمون الشعارات ولا نريد أن ندخل في المجال الطائفي لأننا نكرها الطائفية اثنين أولا ليس بمقدور السوار انتلاك السلاح الكيميائي أو المواد السامة وليس لهم القدرة على تركيبها على رؤوس الصواريخ والذي يحتاج إلى أدوات معقدة وبقائية جدا لأجل تركيبها أي بمعنى لا توجد لديهم المادة السامة ووساط الإطلاق ولا توجد لهم القدرة التركيبية على هذه وهي تحتاج إلى دول كبيرة وضخمة وذات يعني تطلب آليات تشغيلية معقدة جدا أولا هذا الاستخدام يدل على أن الروس ينون النية السيئة على إدلب ويدعون أن سوارهم الذين استخدموه كأن هذه المسرحية الهزرية تحتفي على العالم نعم سيد زاري في هذه النقطة هم يعلمون نعم عفوا المقاطع في هذه النقطة موسكو تقول أن الهجوم هو محاولة استفزازية لضرب اتفاق المنطقة من زوعة السلاح يعني كيف سؤثر ذلك على جولة الستانة بعد أيام قليلة نعم أولا بالنسبة للموضوع أنه خرق الاتفاق أولا ليس هذه المرة التي يقوم بها النظام الروسي والتعاون مع نظام الأسد في خرق الاتفاقية كانت هناك اتفاقية كثيرة ومنها ما حصل في المنطقة الجنوبية عندما قالوا أن النظام لن يدخل إلى القرى وكان هناك عمية استسلام وتسليم المناطق بالكامل وإذ بنا بعد 15 يوما نجد القوات النظام وقوات النمر تأخذ وتعتقل وتختصب وتقتل وتسحب الموبايلات وتقطع الانترنيت عن المناطق وتخترق كافة الهدنة واليوم الأسداني أنا أراه أنه عبارة عن تسليم مناطق وليس هناك شيء اسمه خفض توتر وخفض تصعيد خفض التوتر وخفض التصعيد هي تسليم مناطق للنظام وأنا بنظري الشخصي كل المؤتمرات التي فيها روسيا بتحديدا وإيران هي عبارة عن مؤتمرات لأجل إغضاع الفصائل تحت ظل بشار الأسد القاتل المجرم الذي قتل مليون شخص وهجر 12 مليون وهناك 500 ألف معتقل وأكثر من حوالي 500 ألف مفقود وهناك أكثر من مليون نصف معاق هذه الاتفاقيات وهذه الأستيانات والسوتشيات كلها عبارة عن مؤتمرات لجر هؤلاء الشخصيات الغير معترف عليها من قبل الساحة السورية ومن قبل الثورة السورية لأجل تسليم المناطق والإسلام لأجل كسب ناصب لهم مستقبلا في سوريا لن تقبل السوار بعد تقديم هذه الضحايا أن يقبلوا هؤلاء الأستانيون أو السوتشيون لن نقبل بهم نهائيا مهما كلفنا من زمن لقد دفعنا الكثير وهناك الأدلة الدامغة على استخدام النظام المجرم أكثر من 255 استخدام وتعلم كل الدول الأوروبي والمجتمع الدولي أن النظام الأسد هو الذي يقوم بالاستخدام وأن السوار لا تمنق السلاح الكيميائي طيب سيد زهر برأيك الآن إذا تلك السوار السلاح الكيميائي يمكن أن يستخدمونها للقرداحة كيف يستخدمونها على أهل حلب طيب سيد زهر برأيك الآن أي مستقبل ينتظر اتفاق المنطقة العازلة في إدلب في ضوء تحميل روسيا المسئولية لتركيا في هجوم حلب كونها ضامنة للفصائل المسلحة في تلك المنطقة نعم أولا الرصاد الموجودين في النقاط المراقبة التركية اكتشفوا أن هناك مليشيات إيرانية قامت في استخدام هذه القنابل على ملاطق السكان المدنيين لأجي تهجيرهم وهذا الكلام موجه رسالة إلى أهل حلب ولا الذين يصفقون ولا الذين يقولون نحن هي من علاقة بهذا الشغل وهي السورة ما يسورتنا ونحن من علاقة وقولوا منهم الطرفين الله ينعل الطرفين أنا أقول لكم أنتم أدوات سيقوم النظام الأساد باستخدام الكيميائي وسيقتلكم بالصواريخ ويقتلكم بالقزائف وأنتم تصفقون بارك الله والله لا يبارك فيكم بهذا العمل على هذا السكوت وهذا الصمت لأنه أنتم مستهدفون وأنتم لا تشعرون ويكفي تصفير ويكفي تطبيل لهذا النظام مجرم أنا أعرف لبما يكون الكثير منهم عليهم ضغوطات لا يريدون أن تتكلموا هذا دليل لاستخدام اليوم في ملاطق حلب على الملاطق السكال المدنيين هذا الاستخدام الكيميائي هذا دليل فاضح على كسر كل الاتفاقيات وأنه أشكرك سيد زهر استخدام إجرامي في إدلب نعم استخدام إجرامي في إدلب ولكن من نوع آخر من نوع السلاح الجسومي وقد نبهت عليه كثيرا نعم أعذرني سيد زهر المقاطع ولكن انتهى الوقت المخصص للمداخلة العميد زهر ساكت مدير مركز توثيق الكيميائي في سوريا أشكرك جزيلة شكر كنت معنا من بروكسل